اشتركوا في القناة وجزى الله الاخوة المتحدثين والقائمين على هذا المنتدى الذي يحارب كافة الافكار المنحرفة واربابها ورؤوسها فان محاربة اهل البدع من اوجب الواجبات في هذه البلاد ابى من ابى ورضي من رضي وطبل من طبل وزمر من زمر فان جهاد اهل البدع من اوجب الواجبات فلابد من جهادهم وكشف عوارهم وتحذير الامة من اباطيلهم وعنوان هذا المنتدى الفرق الضالة وجزى الله الاخ مجاهد تكلم وقدم مقدمة جيدة في تفصيل الفرق فان الله عز وجل ذكر في كتابه التفرق وذم اصحابه فقال ربنا جل جلاله وعظم سلطانه في صورة الروم منيبين اليه واتقوه ولا تكون من المشركين ما لما المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون وهذا ينطبق على واقعنا اليوم حزو النعل من نعل تفرق وانقسامات وتشتت وكل يدعي أنه على الإسلام وعلى السنة وهذا الدعاء وللدعاء إذا لم يقم أصحابه عليه بالبينات فهم أدعياء فلابد من أن يثبت الإنسان أنه متبع لكتاب الله صدقا ومتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حقا والسلف الصالح بعد ذلك يقيم ويوزن بهذا الميزان الدقيق لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسقتم به لن تضلوا بعد أبدا كطاب الله وسنته فالتفرق مذموم والله عز وجل ما أمارنا أن نتفرق في الدين فقال في كتابه واعتصموا بحبل الله وحبل الله هو كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوه ما تتفرقوا في الدين ألا لا الدين فرقوه وجعل جماعات طوايف والتركيز في هذه البلاد وفي هذا المكان عن فرقة الأخوان المسلمين والصوفين لأنه بلدنا موبوء بالتصوف وموبوء بالأخوان المسلمين الذين مكنوا لأهل التصوف وجماعة الإخوان المسلمين أو المفلسين وهم يعني من خوان الإسلام الذين خانوا الإسلام وخانوا الأمة الإسلامية فتحالفوا مع اليهود وتحالفوا مع النصارى وتحالفوا مع الماسونيين وفعلوا الضلالات والجهالات باسم الدين لا بد تعرف إن جماعة الإخوان المسلمين من أخطر الجماعات التي تهدم الإسلام باسم الإسلام من الأخطر الجماعات جماعة الإخوان المسلمين التي تهدم الإسلام باسم الإسلام لأنهم يدعون أنهم يحاربون الكفار وهم يتحالفون مع الكفار يدعون أنهم يحبون أصحاب رسول الله ويتعاونون مع الشيعة يدعون أنهم ممن يعظم السنة ومنهم من ينكر السنة ويدعون أنهم يعني يؤمنون بالغيبيات ومنهم من ينكر الغيبيات إما جملة وإما تفصيلة زي الترابي وغير من أئمة الضلال في هذه البلاد فلابد تعرف أن التفرق والتشرذم ليس من صفات المسلمين أبدا وخطورة الإخوان المسلمين تأتي لأنهم أشد الناس تلونا إنتظر تعرف الأخو المسلم؟ الأخو المسلم كالحربة متى مواجد الجو المناسب تقوقع وتأغلم وتمحور وتبلور يفتل أخو المسلم يمشي للسيعة والدويرين هناك وأنتم تحبون أهل البيت وتعظمون أهل البيت يمشي للصوفية في المسيد يرقص معهم في دلوكة بتاعتهم فالتمتوم حمتنا النوم وفالتمشط حمتنا النطة وأنتم أهل الله وأنتم أهل التقابة تقابة مولعة في نافوخك يا مجرم يمشي بأهناك للشيوعيين وأنتم أهل النضال يأتوا نضال ويمشي بأغادي لبلاغاتية ولا غيره برضو يتلون عشان كده من الصعب أن تضبط الأخ المسلم لأنه أشد تلونا من الحربة والله شفت ممكن تقيف قدام شيعي تعرف نفسك التواقف قدام شيعي أقول لك الصحابة ارتدوا تعرفوا شيعي تقيف قدام صوفي أبونا الشيخ بطير أبونا الشيخ أكرمك الله جرى الشمس مع الملايكة أبونا الشيخ بيصرف في الكون أبونا الشيخ ملكوا الكون ثلاثة ولسنة تقول يا زول ترد عليه صوفي عقيدته تنوص في عقيدته البلاغاتي تعرفوا ده بلاغاتي والشيوعي ده كمان خلساي شو إذا ما كافر شو إذا وليك الله ما فيه لا حياة لا إله والحياة مادة معروف لكن الأخ المسلم كل هذه الشخصيات تجدها في الأخ المسلم والله كل الشخصيات تجدها في الأخ المسلم لأن منهجهم مبني على التلون وعلى الخداء وعلى النفاء والله عشان كده جزى الله حكومة المملكة العربية السعودية أصدرت بيان بمنع كتب كل من المدعو سيد كتب قاتله الله والقرضاوي قاتله الله وحسن البنة قاتله الله هؤلاء الذين أرادوا أن يحرفوا المسلمين عن الصلاة المستقيم ويمسكوهم في هذه الأفكار المنحرفة ولهم أبواق ولهم يعني مزمرين ومطبرين ومشجعين سفر الحوالي سلمان العودة العرافي ما عرف لك المنجد وغيرهم من أمام الضلال يطبلوا لي حسن البنة وصيد قطب وغيرهم يترك الأئمة الأعلام كالألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل والفوزان ويطبلون لهؤلاء الضلال الجهال الذين ما عرفوا العقيدة ولا شموا ريحتها سيد قطب سيد قطب كإمام في الضلالة ورأس من رؤوس الضلال وله فرق ومن تحت أجنحته تفرخت أفرح كثيرة الغاعدة والنصرة وداعش ده الكله مدبع سيد قطب شفتها ما تتغشها كل هؤلاء من أفراخ سيد قطب فحضن سيد قطب هذه الأفكار وحواها في كتبه فقص البيض وأخرج لنا أسامة بن لادن وأخرج لنا أبوكر البغدادي وأخرج لنا سفر الحوالي وأخرج لنا سلمان العودة والعريفي وكذلك في هذه البلاد عبد الحي يوسف على الدين الزاكي مدسر أحمد إسماعيل محمد ألمين إسماعيل وغيرهم من أهل الضلال والبدع في هذه البلاد ناس مجارمة ناس الواحد فيهم ما يتجرع على أهل البدع ما يتجرع عليه المتصوفة يتجرع على أهل السنة الجرح والتجريح وهؤلاء الشباب يأتون المساجد بغرض الفتنة أي فتنة أي فتنة أن يعبد الخلق للخالق دفتنة والله هذا نخاف عليك من الكفر أن تقول مثل هذه القولة التوحيد يقول لك جرح وتجريح وخلاص كفاية يقول لك معقولة زي ما قال محمد حسان ده مرضو من الجماعة الضلال محمد حسان محمد حسين يعقوب غيره غيره من المصريين الذين تستقدمهم جماعة تنصار السنة في هذه البلاد هذه الجماعة الفاشلة التي فشلت والتي أسبتت فشلها الذريع في هذه البلاد ما بيجيبوا إلا أهل البدع ما بيجيبوا إلا الخوارج الذين خرجوا في الساحات وبينوا منهجهم بعد يقول لك لا أمكن بتهولين وطلع فاق قال يا ما الخوارجات ويحبكم في الله زل بيحب الخوارج ترجع منه خير ده حمد حسين يعقوب والذي فلق الحبة وبرأة نسمى إنه يحبكم في الله ونحن نبغضك في الله يعني شنو نبغضك في الله أيها الخارجي والضال شأن كده لابد تعرف فرقة الضلالة الأخوان المسلمين لابد تحذرهم في هذه البلاد وفي غيرها حتى لا تنخدع ما يخدعوك والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لن يقدم الإخوان المسلمون للأمة الإسلامية خيرا قط بل ما تجرى عدو على الأمة الإسلامية إلا بمعاونتهم بمعاونة البيضع بكافة صنافهم لما دخل التتار العراق كان بمعاونة الشيعة ولما دخلوا العراق في هذه السنين المداخرة بمعاونة الشيعة وفعلوا في المسلمين ما فعلوا لذلك تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء بأهل البدع وكان في كل خطبة يحذر من البدع لأن البدعة خطيرة ولأن البدعة أعظم خطرا من المعاصر لأنه صاحب المعصية البشرة بليه بنقو ولا البشرة بليه خمرة ده عارف نفسه عليه معصية تقول له الخمرة حرام يقول لك يا مولانا الله يهدينا لكن بتاع البدعة الأخ المسلم تقول له الخروج على الحكام ما بجوز يقول لك إتو إتو مرجع إتو عباد الحكام إتو مطية الحكام وإنت يا مسكين يا بلد إنت ما برضو بغلة الحكام يدوك برادو يدو برادو بالريمال كنترول يفتعو ويمسكوه يعني منصف في جمعة الخرطوم وطوالي صاحبك يا زول يقول لك لا بد من وحدة الصف ولا بد من تألف المسلمين بكافة يا الوان الطف ما بتلمو يا زول تقول لهمهم ساي لا بتلموه ما بتلموه الصوفي ما بتلمع مع مع أي واحد ما رضي ينبتاني ممكن يتفقوا معاك في حرب أهل السنة ممكن كلهم يتفقوا وزال الشي الحاصل الآن الدائر الحرب على الإسلام وعلى أهل السنة من فرق الضلالة كل قد أخذ موقعه وتمركز لضرب الإسلام في قاعدة من قواعده وفي أصل من أصوله أجمعتك الصوفية الصوفية ماشي واشنطن هناك وما بعرف مماشين يبخروا البيطة اللي بيضون لشنوه حمض المنتصر طبعا من أبونا الشيخ الكباشي من كرماته يقول للشيخ يكون فيكون طيب ما يقول للبيطة اللي بيضون كون صلاة ترب كذب وذاك المجرم محمد المنتصر الذي أجاز السجود لغير الله والذي قال الطواب في القبور ما فيه حاجة لو ما عندك نية في القبور وفي ذلك الفاتميني لا يشتك ينبه بلد المكاشف تعرف المكاشف في ناس من الجزيرة هنا المكاشف لا بتلقاه في الحافلات وعندي لو صورة هنا في الموبايل تلقاه عنده على الراجل ايه نصدره كيد تقول برضع شفت وعينه واحدة مطفية ولابسة طاقية والله إزيال الكورة القديمة بتحطيه اللامونيوم يقول لك دواني من أولياء الله ده من أهل الله ولو قلت له من أهلك ما برضى يقول لك لا ده ما ما وده من أهلك ما بترضى تقول لي أهل الله وهؤلاء أيضا يحاربون الإسلام باسم الإسلام يجوزون السجود لغير الله والدعاء غير الله لك ده في كتاب اسمه سراج السالكين ده بتعود بدر قال أسمع الكلام ده والكلام ده شوفوا بيخشنا فوقك عيما تبقى صوفي ساي تنخدع والأخو المسلم ما يخش تك يقول لك هؤلاء الناس أدخلوا الإسلام في السودان ديال أدخلوا الشرك وأدخلوا البدع وأدخلوا الإلحاد وأدخلوا الزندقة وأدخلوا خرافات وأدخلوا الشركيات باسم الدين أقال في صفحة 144 قال لله تمانية أو يا كنبل قال ربنا عنده تمانية أو يا كنبل أربعة في اليمن وأربعة في السودان الأربعة في السودان قال منهم سيدي الشيخ إدريس الفركة والدالعرباب ده ده جد أستاذنا أو شيخنا أو بكر جده الفركة ده جده قال 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 ربنا أكرموا بفركة من الجنة يا ناس الجنة فيها فرك عشان تعرف الخرافات بتخشعوا للصوفية كيف والأخو المسلم يطبل يفتحوا يعملوا كبري يجيبوا البرعي الدبة بالله يزابوا القدح هذا شنو ده وزير الطرق الجسور لا أبونا الشيخ البورعي ماشي حفيان ما تلاقيوا مسمار يقول دلو كلها عودي رايحنا منه فتحوا مستشفى جايبين البورعي فتحوا يعني والله ما ما قل له شفت إلا كان فتحوا هناك خليوا بسماء كلام ذا مرات بيجيب كلام تاني ف عشان كده قال ومنهم الشيخ ضفع الله المصوبا قال وعند أهل الله يسمى بمصوبنا الحضارات وقد جرى الشمس مع الملائكة أربعين سنة يا ناس ايتم تقروا صورة ياسين ربنا قال والشمس تجري لمستقرر لها ذلك تقدير العزيزي العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم دال الله والله المصوبا واحد طلع فيه قصيدة قال طبعا أبونا داما جرى الشمس نطلع فيه قصيدة طواله عشان كده البورعي ما أخلى له شيخ من الشيخ الصوفية إلا مدحه ليه البورعي ده خطير شفت سلك مسلك ما سلك واحد من الدرجة يطعن الصوفية أي يا شيخ يلمع لك يقول لك حسنة 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 أحيى الأموات والمصوبا قال ضفع الله المصوبا الشريف نسبه جرى الشمس مع البلايكة ما غلبه والتمساح حجر في شانجلو قلبه قال ومنهم سيدي حسنة حسنة دي لها الأربعة لسه منته كنتشوفوا الشغالة دي الكلام ده بخشنا فوقك والله يا محمد المنتصر تبشي تقول لي يا وباما يا وباما عندنا واحد هناك جرى الشمس مع الملايكة بيقول لك يا محمد المنتصر كترت المحلبية لأن الشمس دي ما قمنا شايفينها بتطع بها جاي بتنزل لا فيها لا جارينها لا دافلينها ولا مربوطة بيسلك فده ده عند الصوفية عند الصوفية يجروا الشمس يصرفوا في الكون وينزلوا المطر عادي قال ومنهم حسن واتحسونا ربنا على اللي والحجر يعني واتحسونا لو جمع الشلو في حجر يعني صخرة زي دي ولا طوبة قال تبقى زي الطين زي قراء ولا بيرميل بتعموية قال وربنا أكرموا بإحياء الأموات أحياء الأموات بسره قال ومنهم سيدي الشيخ الشيخ أحمد والطيب والبشير قال ربنا ملكوا الكون تلاتة وتلاتين سنة ما نقص منه جنح بعوضة حتى أن ملك الموت إذا أراد أن يقبض الروح مريد يستعذنه يعني الكلام دا الكلام دا شفت ما بخش دماغ زي المسلم إلا زي درويش مخ ملان يعني بزخ شيوخ ملان محايات وبخرات وملان طين بتاع قباب أصلا ما بخش القوان دا الماس كوميليا جماعة ربنا قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وربنا قال في قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرار وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزة أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشفوا السوء ويجعلكم خلال الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون إلى نهاية الآية من سورة النمل فيتعرف إنه الإخوان المسلمين من أخطر الفرق على الإسلام ولا بد من الحرب لا بد من محاربتهم وكشف أباطيلهم وألعيبهم التي يرويجون بها الباطل ويدسونه في دسم الواحد يقول لك يا أخي محاضرة قل لك محاضرة طبعا في بر الوالدين بر الوالدين ما فيه وشكال لكن ما يدعوك لما بعد بر الوالدين قل لك طبعا عندنا شباب الشباب ضيعوا الشباب ناس أحمد عبد الكريم وعبد الحي يوسف ضيعوا الشباب طلعوا من هنا في مالي واتطلعوا ما عارف لك في الصومال واتطلعوا في وين ضيعوا أولاد المسلمين بأفكار خالبة استقوها وشربوها من كتب سيد قطب هذا الرجل الضال الذي فتن المسلمين والذي روج الأباطيل وجمعه في كتبه وأصبحت سائقة لجهال المسلمين والسدج منهم فعلى المسلمين أن يحذروا فعلى المسلمين أن يحذروا كل هذه الطرق أي طريقة أي طريقة ما منع يفتمام ندعوك لأي طائفة ولا لأي جماعة ولا لأي فرقة إلا الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله تاني ما في طريقة ولا جماعة ولا فرقة تنتمي لها يعني كذا ما تنتمي لأي جماعة خليك متبع الكتاب والسنة سألاقوا لنا مسلم قالك سلفي ما في عب يجوز الانتساب للسلف الصالح فما في فرق ما في جماعات ما في أحزاب ما في طرق كل هذه الطرق حذرنا الله عز وجل منها في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه تتبع الصراط المستقيم ده واحد ما بيدعدد واحد الله قال والرسول قال ولا تتبعوا السبل السبل دي الطرق الطريقة السمانية التجانية الختمية القزنزانية الركينية الطريقة بس إيا 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 لحد ما تحصل التلتمية كل طرق وآخر طريقة يسمى العجلاتية آخر طريقة الفين واربع طاهرة الفين وطلتاشر قالوا السيدة كان عجلاتي وجاو الرسول في النوم خلي العجلات عمل لك طريقة هو عرف أرسي بحبتعاته الجنزير الكشكوش بالجركس الله أعلم فالمهم كل طرق بتاعت الشياطين كل طرق والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه كل هذه الطرق طرق إبليسية ما فيه ولا طريقة ولا طريقة حقة الرسول كل طرق بتاعت جماعنا جرامي الرسم وكل هذه الأحزاب جماعة الإخوان المسلمين بكافة أشكالهم يفتع حزب التحرير برضو طابع من أفراخ الإخوان المسلمين حزب النور السلفي في مصر وما سلفي تلفي من جماعة الإخوان المسلمين ما عارف لك حزب العدالة برضو من الليناي الإخوان المسلمين بيجاي مؤتمر شعبي مؤتمر وطني كلهم أخوان المسلمين فإنت أخليك حريص ما تضيع دينك ما تضيع عقيدتك تباريلك جماعة ويوم القيامة تندم ربنا قال في صورة الأحزاب وشوف المشهد عظيم كيف ومشهد خطير بيخليك تفكر قبل ما تسلق لك أي طريق ربنا قال ويوم تقلب وجوههم في النار شفت الكلام ده كيف يوم تقلب أسأل واحد لما ننشرب تعال لقاشه لقاشه في السوق ده تقال يقلب لك كده بيجاي وبيجاي عليك الله نجيضه كويس ها وربنا قال ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولة يا ليتنا في الدنيا لو أطعنا الله وأطعنا الرسول وخلينا حسن البنة وسيد قطب ومع أحمد الأمير إسماعيل والمودود والزرقاوي وابن لادن أغان من أهل الضلال والإنحلال وكل الفرق روصل الضلالة أريدهم يتبرأ يتبرأ ويندم أطعنا الله وأطعنا الرسولة وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا بتاع الترابي بيطيع الترابي وبتاع صيد قطب بيطيع صيد قطب وبتاع حسن البنة بيطيع حسن البنة وبتاع الصوفي بيطيع أبو الشيخ كل هؤلاء حيران ودراوش كلهم أخوان مسمين على دين لأنه عبد الرحيم الزريبة كإمام في الضلالة عنده قصيدة يسمى أستاذك يا فقير وإنت لو سمعتك أستاذ الصوفية دي بيمهلك دي بتعرف أنه قصائد دار تخليك بس عبد للشيوخ قال أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير وليه أتبع كالصغير ما شوفت الدرويش أبو الشيخ تلقم دنقل راسه وقال على العمة هو بالس المركوب ومربط من النظر وتتجرجير وقال لك أبو الشيخ أديني الفاتح قاعد في التكية لو عشرين سنة أول ما شهله يكشحوا بيكم هوا المبروك الفاتحة معاك يا مادي أنت شغال تدرج في العيش وتزرع وتحيش وتعوس الكسرة وتورق الخضرة بتعطي مرات السياق ويوم ما كنت جماش يدوكم هوا أفتح بيه ولق أفتح بيه أبوك أستخدم ولق شين منه قروشك أسا لو جبت لك زول قلت له لو أسك أنا لو جبت لي درويش قلت له تعال تعال لا درويش الليلة تعال أصريك ورعي دير أها أقول أها إنت قلنا أنا خايب وطيب أبوك أستخدم إنت خايب أبوك أستخدم وتعصره وظهره وتعصره وكرعيه وكما ممكن تمشي أنا الله أعلم أنا ما أعرف فيتخل ليك حريص دا دين التصوف دين بتاع خيابة ما شفت اللامين بتاع بيت المال يحنن حنة جابت لها حنة وكمان خيابة والله يا بوي الشيخ دا نحن ماشيين بها جاهو جاهو وماشيين بها نفسه يا ود نفسك مكتوم أبوك الشيخ دا ما عنده أي حاجة وربنا كتم نفسه ودخله في الوطة كان عنده حاجة ما كان قام أكل لي بيرقر ولا أكل لو ضرب ليو شاورمة ما عنده أي حاج دا دين التصوف قال كون عنده دليل حقير وليه هو أطبع كالصغير تلقى شدرويش ماشي شايلو أبريق الشيخ أبويا الشيخ تلقى أبويا الشيخ خشل حمام يقول لها أبويا الشيخ قضيت لا ما قضى لسه عنده حالي وقضى أبويا الشيخ قضيت يا ويد قضى شنو قوم شو بالك سغل أختاه وانت لم تان تكون عبدي للسادة لم تان عشان كده يخلوك عبدي للسادة قال قال السادة السادة أنا عبدا ليكم نادا دا عبد الرحيم الزليب أبراه وقال أنا عبدا لي السادة قال كون عند ليه هو حقير زليل وليه هو أطبع كالصغير ما تميل أبدا لغير كون ليه قريب وجار ليه هو أخدم بدون إيجار أوعاك من الكيجار ومعاولة التجار الصوفي ما بك أجربه الشيخ وكمان برضو الأخو المسلم التوجيهات لو جاءت من سيد قطب يقول لك هو الشهيد هو الشهيد الإسلام هو لا شهيد الإسلام ولا أي حاج دا شهيد الله أعلم يكون شهيد ذاته زال يقول يقول عن موسى عليه السلام عصب المزاج دا سداء شهيد والله إذا نحن نشوف في كفر ذاته والله إذا في جماعة من العلماء قال لا نسرب على من كفره وبعض العلماء قالوا لو لا الورع لك كفرناه يمكن يكون جاهل والغالب فيه إنه يكون جاهل لا يعرف العقيدة ولا يعرف قدر الصحابة ولا يعرف قدر الأنبياء لذلك وقع في أعراض الأنبياء شتماً وسباً ووقع في أعراض الصحابة كذلك شتماً وسباً بل وتكفيراً وأول صفات الله وظل ضلالاً بعيداً كده سيتقطب إيمان في الضلال وعنده فرق كتيرة أنا أكتفي بهذا القدر أقدم أخونا عبد الحليم أبشوك واللي تفضل مجزي مجور والسلام عليكم شكراً للمشاهدة